وقال الرئيس السيسي أن مصر تفخر باستضافتها جامعة سنجور في مدينة الإسكندرية كأحد نماذج التعليم الجامعي المتميز كما وجه الرئيس السيسي بالاستجابة لمطلب جامعة سنجور بقيام مصر ببناء مقر جديد للجامعة لاستعاب الأعداد المتزايدة من الأفارق الوافدين ويحدوني الأمل أن يتم ذلك بما يتناسب مع إيقاع العصر ومقتضاية مساراتنا التنموية وما يرتبط بها من متطلبات سوق العمل وذلك في دوق الرئيس المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 بما يحقق تقدما ملموسا في كفاءة الجامعات المصرية عبر النهوض بمستوى جودة التعليم والبحث العلمي والتدريب والابتكار ويعزز من رئية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند في المقام الأول إلى سياسة تعليمية عصرية متاحة للجميع بحيث تتمتع بالقدرة على تنشية أجيال جديدة تتميز بالشغطية المنفتحة والعقل البستنير وتتفاهم قيمة احترام الآخر